اهلا بكم تخوض ايران اليوم اول استحقاق انتخابي بعد رفع العقوبات وتوقيع الاتفاق النووي وعلى نية اختيار مجلس شورى جديد ومجلس الخبراء افتتحت في الصباح الباكر مراكز الاقتراع امام نحو 55 مليون ناخب تقدمهم المرشد الاعلى والرئيس الايراني اما السعودية فلا تزال ماضية في اجراءاتها المتعلقة بلبنان وجديدها تصنيف ثلاثة شخصيات واربع شركات قالت انهم على علاقة بحزب الله في خانة الارهاب بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية في هذا الوقت تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر استشهاد القيادي في حزب الله علي فياض الملقب بعلاء البوسنة في سوريا ومن اجواء صلوات الجمعة فاجأ رئيس تيار المستقبل سعد الحرير المصلينة في مسجد علي بن ابي طالب في الطريق الجديد حيث ألقى كلمة فيهم قال فيها لقد عدت لأبقى واذا سافرت سأعود بسرعة اعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان ان المملكة صنفت اسماء افراد واكيانات لارتباطهم بانشطة تابعة لحزب الله وبحسب البيان هم كل من فادي حسين سرحان لبناني من بلدة كفر كلا وعادل محمد شري لبناني من مدينة بيروت وعالي حسين زعيتر لبناني بالاضافة الى اربع شركات هي فاتك وليهويا الالكترونيك فيلد وايرو سكاي وان والابيكو اوفشور واوضحت ايضا وزارة الداخلية السعودية في بيانها ان المملكة ستواصل مكافحتها ما سمته الانشطة الارهابية لحزب الله بكافة الادوات المتاحة كما ستستمر في العمل مع الشركاء في انحاء العالم بشكل صريح حيث انه لا ينبغي التغاضي من اي دولة او منظمة دولية على ميليشيات حزب الله وانشطته المتطرفة على حد تعبيرها واوضحت ان حزب الله طالما يقوم بنشر الفوضى وعدم الاستقرار وشن هجمات ارهابية وممارسة انشطة اجرامية وغير مشروعة في انحاء العالم فان السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة لهذا التصنيف كما حذر جميع المواطنين والمقيمين من اي تعاملات مع حزب الله او الاشخاص والكيانات المشار اليها منبهة الى ان من يثبت تورطه في هذه التعاملات سيطبق بحقه او ستطبق بحقه الانظمة والتعليمات ذات الصلة بمكافحة الارهاب وتمويله وافادت وزارة الداخلية ان تصنيف تلك الاسماء اليوم وفرض عقوبات عليها استنادا لنظام جرائم الارهاب وتمويله والمرسوم الملكي الرقم الف اربعة واربعين الذي يستهدف الارهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم او نيابة عنهم حيث يتم تجبيد اي اصول تابعة لتلك الاسماء المصنفة وفقا للانظمة في المملكة ويحضر عدل المواطنين السعوديين او المقيمين بالمملكة القيام باي تعاملات معهم اكد حاكم مصرف لبنان رياض ساليمي ان الليرة اللبنانية لا تواجه اي مخاطر وان المصرف المركزي والمصارف التجارية تملك الادوات اللازمة لحماية استقرار الليرة وامل ساليمي ان استعيد العلاقات الطبيعية والطيبة مع السعودية موضحا ان الارقام التي تضمنتها تقارير اعلامية عن الودائع السعودية بالمصرف المركزي مبالغ فيها واضح انه لا السعودية ولا دول الخليج الاخرى اجرت اتصالات بشأن ودائع البنك المركزي واضح ساليمي لم اسمع باي اجراء سعودي ضد المصالح الاقتصادية للبنانيين والبيان السعودي لم يكن ضد الشعب اللبناني مجلس الشورى ومجلس الخبراء تحدد نتائجهما سنغذيق الاقتراع في ايران والعين على مصير سياسة الانفتاح يواصل الناخبون الايرانيون البالغ عددهم نحو 55 مليون ناخب تصويت لاختيار 290 عضوا في مجلس الشورى و88 عضوا في مجلس الخبراء في اقتراع يحدد امكانية استمرار سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني في حال لم يتمكن المحافظون من الفوز بالاكترية المرشد الايراني الاعلى علي خمينئي حث الناخبين للتصويت بعد ادلائه بصوته اقترحوا ان يدلي ابناء شعبنا باصواتهم مبكرا يجب ان يختاروا مرشحيهم بحكمة الاقبال الكبير سيحبط اعداء ايران من جهاته لفت الرئيس الايراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي بعد ادلائه بصوته ان هذه الانتخابات تنتج الامن الوطني واستدباب العزة السياسية للبلاد الانتخابات هي رمز للاستقلال السياسي لأي دولة من خلال التصويت يحدد الناس مستقبل بلادهم التقارير تظهر اقبالا كبيرا على التصويت في الانتخابات ويخود روحاني المنافسة للحصول على عضوية مجلس الخبراء الذي يكلف بمهمة تعيين وعزل الزعيم الاعلى الايراني بعد ترابلس الرئيس سعد الحريري يؤدي سراطة الجمعة في الطريق الجديد إلى الطريق الجديد المنطقة التي أحبها رفيق الحريري عاد نجله الرئيس سعد الحريري القادم من سفر طويل ليصلي صلاة الجمعة في مسجد الإمام علي مع أبناء المنطقة بحفاوة بالغة استقبل الشيخ سعد داخل المسجد وخارجه وكان على رأس المصلين مفت الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان وعدد من النواب المستقبليين من أبناء بيروت ومع انتهاء الصلاة ألقى الحريري كلمة مقتضبة أكد فيها أننا أقوياء وصابرون على الرغم من أننا نمر في مرحلة صعبة جدا نحنا يمكن أن نمر بمعركة كثير صعبة ولا بمرحلة كثير صعبة ولكن نحنا عارفين طريقنا عارفين لون راحين عارفين شو بدنا عارفين أنه قضيتنا حق قضيتنا مش باطل قضيتنا لبنان قضيتنا العدل قضيتنا رفي الحريري قضيتنا نشوف هالبلد عيشين فيه بين المسلمين والمسيحيين نحنا ما بدنا شيء يصير بالبلد ونحنا شايفين اللي عم يصير حولينا وكلنا شايفين اللي عم يصير حولينا حمينا البلد هنكمل نحمل البلد بقولكم جميعا أنا رجعت وبيع معكم مش رأي لمحل وإذا سفرت راجع بسرعة ما تخافوا إذا سفرت المهم شكرا جميعا شكرا سمعتك وأكد الحريري ضرورة أن يعيش مسيحيو لبنان ومسلموه تحت صقف الدولة والعدالة بعد الإعلان الجسمي يغرب خارج السر أهلا بكم من جديد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن استشهاد القائد في حزب الله علي أحمد فياض الملقب بعلاء البوسنا في أثناء فتح طريق خناصر بسوريا وبحسب موقع بنت جبيل فأن لفياض تاريخا حافلا في المقاومة في جنوب لبنان وسوريا من بدايتها كما له دور مهم في الدفاع عن بغداد وذكر الموقع أن من الرسائل المتناقلة أن الحاج على البوسنا قائد شجاع لديه ذكاء حاد وخبرات واسعة والكمين الذي عرضته قناة المنار منذ أسبوع في سهل الغاب بسوريا كان من أعداده وكذلك أيضا الكمين المشهور في الغوطة منذ نحو عام ونصف العام هو من أعده وخطط له وذكر الموقع أن الشهيد فياض هو من بلدة أنصار في جنوب لبنان استقبل رئيس تكتر التغيير والإصلاح أن أبو العماد من شلعون في الرابي وفدا من القوات اللبنانية لمناقشة مسودة اقتراح مشروع الحكومة الإلكترونية وقد تداول المجتمعون في فوائد الحكومة الإلكترونية من تقليص للهدر والفساد وتخفيف مشقات التنقل بين المناطق لمتابعة وإنجاز معاملاته الرسمية عن كاهد المواطن كما تم التشديد على أهمية الاستمرار بتطوير الإدارة العامة رغم التحديات والأولويات السياسية الأخرى ومن الرابي أشار مفوض الأعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس بعد لقائه عون على رأس وفد من الحزب الاشتراكي إنه نقل رسالة إلى العماد عون من النائب وليد جنبلاط مفادها البحث في تمتين المصلاحات الداخلية وأضاف الريس نؤكد وجهة نظرنا وإصرارنا على أهمية الإسراء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وإعادة اتضام المؤسسات تواصل مجموعة بدن الحاسب اعتصامها أمام مقر التفتيش المركزي وذلك للمطالبة بتفعيل المحاسبة والرقابة وأشارت الحملة إلى أنها طالبت بالملفات التي تم تحويلها إلى نيابة العامة والجهات المختصة فيما يتعلق بالمسائل التي خرجنا لألاف فيما يتعلق بالأجهزة الرقابة في ثلاث مسائل أساسية في المسائل الأولى التي ظهرناها أن ما عقد من صفقة النفايات والتي لم تمر على إدارة المناقصات جاي نقول بعد فضيحة النفايات والترحيل يجب أن لا تمر صفقة دون أن تأتي إلى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي وهذا تأكيد أننا بدنا المؤسسات نحن مع الفتشي في مسألة تانية نحن تقدمنا بطلبين طلب للتفتيش المركزي لمنقول فيه مسألتين أول شيء نطلب ما حول من قضايا ودعاوة وملفات إلى النيابات العامة أثنين ما هي العقود التي أعطت رأيها فيها التفتيش المركزي وخالفت الإدارة ووقعت مخالف الإله لحياء اليوم قدرنا نتزود بالدعاوة التي بعتت تفتيش على النيابات العامة وعلى الأجهزة المختصة نحن في دراسة لإله ولا شك سوف نطلع الرأي العامة لها بعد ما نحن كمجموعة محامين نتدرس المسائل لم يتم جوابنا عن العقود التي أعطى رأي التفتيش فيها حفاظا على أموال الدولة استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع في معراب وفدا من المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك ضم وزير السياحة ميشيل فرعون وبعد اللقاء ذكر فرعون بمبادرة جعجع الرئاسية عبر ترشيحه العماد ميشيل عون إلى جانب مبادرات أخرى ولكن الحل يبقى بالنزول إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس الذي كان ليجنب لبنان كل هذه المشاكل التي نشهدها اليوم سواء كانت حياتية كأزمة النفايات أو ديبلوماسية بحيث كان الرئيس قد قام بمعالجتها العاصفة وصلة إلى لبنان وبالرغم أنه في اتفاق أمني وما في عنف بأنما عم نشوف كلها التحرك من الفراغ الرئاسي من حتى الأزمة الديبلوماسية أنه كلها أزمة كبيرة مثل ما قالنا الخيوطة وصلة لبنان إلى مخاطر والفراغ الرئاسي اليوم يعني واضح أنه ما أحدا فيه حمله للمسيحيين بالرغم ما نسمع من هون من هون بس بنفس الوقت أكيد أن المسيحيين قالوا انظور كبير لا يحاولوا يخترقوا هالأزمة إن كانت داخلية إن كانت أكلمية إن كانت عربية لا يساهموا بانتخاب رئيس لا ممكننا عم شوف إنعكاسات سلبية لعدم انتخاب رئيس اللي وصلت للمخاطر حتى على الدستور وحتى يعني على الاستقرار بشكل عام تتوالى ردود الفعل حول دعوة بعض الدول العربية ومنها الإمارات راعيها إلى تجنب سفر إلى لبنان وفيما المواقف بغالبيتها تسير في فلك تأييد القرارات العربية أو على الأقل عدم الخروج عنها برز تصريح للفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي غرد عبر تويتر يا لبنان بحبك لتخلص الدني موجها رسالة حب ودعم إلى لبنان وانهالت التعليقات التي تثني على وفاء الجسمي للبنان فيما اعتبر بعضهم أنه يغرد خارج السرب وأنه بهذا التصريح سوف يتسبب بخراب لبنان فيما دعاه أصحاب رأي ثالث إلى ترجمة هذا الحب بالمجيء إلى لبنان وأحياء الحفلات فيه بعد الإعلان القيق يفك إضرابه أهلا بكم من جديد ينظم أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش وقفة احتجاجية عند مدخل كازين لبنان التفاصيل مباشرة من هناك مع زميلة ألين حلق ألين لماذا اختار الأهالي هذه المرة كازينو لبنان بالتحديد للمطالبة بحرية أبنائهم؟ نعم هو سؤال بالفعل في مكانه اخترأ أهالي المخطوفين العسكريين لدى داعش كازينو لبنان لأن الكازينو يدر أموالا على الدولة وهي ضربة موجعة للدولة في حال أقفل الكازينو أو في حال تم تسليط الضوء عليها أو في حال تأخر الوافدون إلى الكازينو ولو لدقائق يعني عن لعب الورق ولذلك اختار الأهالي هذا المكان من أجل إطلاق صرخطهم لعل من سامع أو مجيب بعدما وصلت المفاوضات إلى مكان باتهم لا يعرفون أين ولهذا الغرض نحاول أن نتحدث مع أحد ولكن عالم يبدو مين حب يحكي معنا؟ بالنقبة اليوم المكان كازينو لبنان ليش؟ إن أهالي الشباب المخطوفين هن بيعرفوا لأن بس نحنا متضامنين معهم لأكثر الحدود وفارح كل لبنان أحسابهم لأن هذا جيشنا وهذه كوة الأمن اللي هي ولادنا هن ومطرح ما بدهم بيتظاهروا ومطرح ما بدهم بروحوا ونحنا أحدهم ونحنا إذا إذا هالاعتصام قدام الكازينو بيفيدهم نحنا فديهم وإذا نحنا منقدر نفيدهم ومنروع عند داعش كمان نحنا فديهم بس إذا داعش بيربح قضية عب كامله ما رح يقدر معلش مش هاك بيتطهدوا شعب بيتطهدوا جيش ورح يربحوا قضية أساسا قضيتهم إرهاب إرهاب إذن كاترين حتى الموجودون هنا من أهالي من مسؤولين في الكازينو اللبناني يعلنون تضامنهم مع الأهالي المخطفين ولكن نحاول أن نجد أحد أهالي المخطفين أستاذ يوسف لماذا اخترت اليوم كازينو لبنان للاعتصام شو هي رسالة اللي حبين تودوها للعالم نحن رسالتنا مش للعالم المواطن بكفيه واجع لأنه عرفانين أصلا ما عاد يتحمل وشعب اللبناني صار فيت بحل الكومة نايم لأنه قد ما شم وقد ما تحمل المقاسة وأوجه ما عاد حس نحن لا مش رح نصير من الكومة صارنا ثلاثة شهر نطرين بعد تحرير العسكريين الست عشر متأمنين كنا أنه هذا الملف يعكس إجابا على الملف العسكريين الباقيين لكن للأسف لحد هلأ بلسان أكبر المسؤولين اللبنانيين ما في شي وهذه الكلمة ما بتنصرف نحن عنا نحن كأهالي عسكريين بالوقت اللي صارنا أكتر من سن ونص نطرين عودة أبنائنا من خلال تحركات لازم تعملها الدولة فممنوع على المسؤول اللبناني يقول لي ما بعرف شي بده يعرف شيء أم أبا لأنه هذا العسكري كان عم يحمي كان عم يحمي كرامته كان عم يحمي هيبة الدولة اللي تسلحنا في بداية هذه المرحلة ويقولوا نحن بدنا نحافظ عائد بالدولة هيبة الدولة كانت تكمن في عودة هؤلاء العسكريين اللي هن حاملين شرف وضمير وكرامة هذا البلد أنتو هلأ متواجدين أمام كازين وليبنان شو الإجراءات اللي رحت تتخذوها وشو التحركات اللي رحت تخذوها هلأ نحن اليوم رح نبعت رسالة رسالتنا سلمية ورمزية لنقول للمسؤولين اللي عم يتعاطب ملف العسكريين أبداً رح نسكت وما تفكروا رح نضل هايك ممكن نتحول من سلمية لشي غير سلمي وهذا آخر شي نحن ممكن نفكر فيه نتمنى عليهم يتلقفوا هالرسالة بجدية وما يفكروا أهالي العسكريين تعبوا أو ملوا لا أنا لو بقيت لحالي شخص بديضل قيم لأيامي وما أعيد لحتى يرجعوا العسكريين إذن كاترين كما تشاهدين أهالي العسكريين المخطفين يتجمعون الآن أمام كازينو وهم سيتخذون خطوة سلمية إلى الآن هي رسالة التحذير إذا صح التعبير إلى كل المسؤولي في لبنان من أجل التحرك في هذا الملف وسنوافقكم بكل تفاصيل في حال جد شيء طبعا شكرا لك يا ألين أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن اتفاقا تم بشأن قضية الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 94 يوما ضد اعتقاله الإداري ووضح النادي في بيان صحفي مقتضب أن الاتفاق يفضي عمليا إلى إنهاء معركته التي خاضها ضد اعتقاله الإداري عبر الرئيس الأمريكي بارك أوباما عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستنتصر في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية مضيفا في الوقت نفسه أن وضع حد الاستراع في سوريا سيكون عاملا أساسيا للقضاء على التنظيم وبعد اجتماع مع مجلس الأمن القومي في وزارة الخارجية الأمريكية قال أوباما لسحفيين لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مع داعش وسنظل نلاحقهم بلا هوادة وأشار إلى أن داعش فقد أكثر من أربعين في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وهو يتحصم في المناطق الحضرية ويستخدم المدنيين دروعا بشرية مؤكدا أن الملتحقين الأجانب للقتال مع داعش قد تراجع عددهم ورأى أوباما أن السبيل الوحيد للتعامل مع الدولة الإسلامية هو إنهاء الفوضى والحرب في سوريا واصفا إياها بأنها حرب أهلية وحرب بالوكالة أعظنت الهيئة العامة للمحكمة الدستورية العليا أن قرار المحكمة الخاصة بإسطنبول والذي قضى باعتقال رئيس تحرير صحيفة جمهوريات تركية جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردام جول هو مناقض للدستور وأمرت بإخلاء سبيلهما فورا وكانت المحكمة الخاصة في إسطنبول قد أمرت باعتقال دوندار وجول بناء على شكوى شخصية تقدم بها إردوغان بعد نشر صحيفة جمهوريات في أيار عام 2015 صورا تواثق دعمه مع أجهزته الاستخباراتية التنظيمات الإرهابية المسلحة في سوريا وذلك من خلال نقل الأسلحة والمعدات الحربية إلى تلك التنظيمات عبر شاحنات تابعة للمخابرات التركية وكان إردوغان ألسق اتهامات مثل الخيانات العظمى والتجسس والعمالة بحق الصحافيين وهي اتهامات ينسبها لمعارضيه لتتميم أفواههم وقمعهم وعتبرت الأوساط السياسية والإعلامية التركية قرار المحكمة الدستورية ضربة قوية لمساعي إردوغان لإحكام سيطرته على القضاء في تركيا تبنى تنظيم داعش التفجيرين الانتحاريين الذين وقعوا أمس في مسجد للشيعة في بغداد وأسفروا عن مقتل 15 شخصا وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن 50 أخرين أصيبوا في الانفجار الذي وقع في حي شعلة الذي تقتنه أغلبية شيعية في العاصمة العراقية وقد فجر المهاجم الأول داخل المسجد ثم فجر الثاني نفسه عندما تجمع قوات الأمن بموقع الانفجار الأول وقالت المصادر إن أربعة من الضحايا أعضاء بقوات الأمن أعلن قائد شرطة مقاطعة هارفي بولاية كانساس أن موظفا قتل أربعة أشخاص وأصاب نحو عشرين أخرين في حادث إطلاق نار في مقر عمله في هيوستن وأن السلطات أطلقت النار عليه وأردته قتيلاً بعد ما يقارب نصف قرن ماذا تبقى من قومية العرب حركاتها ورجلاتها في هذا التقرير لكاتيا بيروتي أكثر من أربعين عاماً على إنهاء حركة القوميين العرب نشاطاتها الحركة التي أسست عاماً نكبة ثمانية وأربعين على أيدي مثقفين من طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت كان أبرزهم جورج حبش وأحمد الخطيب هدفها الذود عن وحدة العرب وعروبة فلسطين واسترجاع الأرض من الاستعمار هركة التحرر الوطني العربي يعني قدمت تضحيات كثيرة الحقيقة وننجحت في تحرير الوطن العربي كله والدور اللي قامت فيه يعني الدور التاريخي هذه معركة يعني أخذناها بجدارة والواحد يفخر فيها لكن مرحلة النضال السياسي والفكري التي عاشت عشرين عاماً من دون أن يثنيها استعمار وتحدت العواقب كافة وكانت لها منابر صحافية عدة ما عادت تجد لها مكاناً في عصر العولمة الحديث وهي انهارت بعد عاماً من النكثة عام ثمانية وستين تحضر في ومعركة البناء شيء آخر الحركة مو فشلت بمعنى أنها ما كانت مهية لمعركة ما بعد التحرير يعني بناء المجتمعات فما توقفت شوية حتى تقيم طريقة عملها وأهدافها وبرامجها فاكتفت بشعارات أول كان شعر واحد تحرر وصار كأنها نوع من الكسل الفكري تقيم وحدة تحرر يعني دون يعني تصور حقيقي لطبيعة ما هي الوحدة اللي نريد فحقوق الأقليات اللي يحفظ لهم يعني كيانهم ثقافتهم هذا ما صار ما صار وفيما ينعي الخطيب الأحزاب السياسية كافة وليس حركة القوميين العرب وحدها يشيد بما يحدث في الوطن العربي ويؤكد ربيعيته بقيادة الشباب ثورة الكرام هذه ثورة أن الواحد يعني الإنسان إلى قيمة وقيمة أساسية ما نازم نقاد رفض للعبودية وأعتقد يعني هذه البداية للتصحيح أنه بيقولوا النور للربيع العربي هذا ربيع سعماري باتش يستغر بي لأنه مو قادر يفهم شلي صاير لأن العالم هجيد ولأن فلسطين هي اللبنة الأساس لنشوء الحركة يلفت الخطيب إلى أنها ما عادت تحتاج إلى حركات عروبية إذ إن القضية باتت عالمية العالم تبني الآن ما ماتت يعني بالعكس قضية العربية الآن شوفين ردود يعني التعاطف مع الفلسطينيين ما صار هذا العالم من قبل وباختصار وعلى الرغم من انكفاء الحركة القومية العربية في فكرها ونشاطاتها ورجالاتها إلا أن بقايا من مبادئها يعيش في ممارسات شبابا سيغيرون وجه التاريخ بحداثة المرحلة ولو بعد حين يؤكد الخطيب الذي يقول إن الصبر والنفس الطويل سيثمران وإن التغيير آت لا محالة كان في هذه النشرة السعودية تصنف شخصيات وشركات لبنانية في خانة الأرهاب خمسة وخمسون مليون إيراني ينتخبون للشورى والخبراء الحريري يؤدي صلاة الجمعة في الطريق الجديد ختم النشر شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر